اه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ازاي نجا ادخل رصيد اول مدة بتاع المخازن نخش على المخازن نفتح جرد المخازن جيد وقول له اضافة جرد طبعا هنا اما حاجة انا اختار هنا رصيد اه مخزون اول المدة ليه بيفري هنا معي في الحساب بيخليه لي على طول افتتاحي مؤقت وابتدي ادخل اه الرصيد لو انا الرصيدة عندي مش كتير ابتدي ادخل رصيد بند بند اما حاجة بيستألني عن الكمية وسعر سعره كام واني مستودة ممكن انا اختار مستودة محدد من هنا لو انا عندي الكميات كبيرة واقول له مثلا اظهر لي بس فبالتالي هو هيظهر لي اهو يظهر لي المنتجات ويقول لي الكمية طبعا هنا عشان في حركة قبل كده ولكن لو انا اول مرة حيدخلي بس السلعة ويدخلي المستودة وحيسيب لي الكمية طبعا والتقييم فاضي انا ابتدي على طول مباشرة انا عندي العدد قليل اقيم احط الكمية واحط القيمة بس كده هيظبط عندي هيعمل قيد هيقول لي من حساب المخازن الى حساب افتتاحي مؤقت ده هيظبط معي لما ادخل رصيد اول المدة بالشكل ده انا اقدر اعمل ادخل ارصيدة بسهولة او اعمله بالبر كود لو انا عندي الايتم ادي بار كود واكتب له الكمية كما هما حيالقطها على طول واكتب له الكمية والتقييم طبعا لو الحجم كبير حجم المخزون كبير احنا منلجأ ليه لعملية الامبورت بناخده من على الاكسيل ونبتدي نرفعه استراد البيانات ونبتدي ناخده من الاكسيل ده في حالة الايتم كتيرة بناخده من خلال الاكسيل ونبتدي نصدره على على السيستم عندنا جيد شكرا سلام عليكم